في مشهد أحزن الجزائريين نشرت مجموعة من الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من عملية استلام أبيل جثمان ابنه الطالب الضابط مليح محمد صلاح الدين والمعروف بحمادة ابن مدينة عينو سارة ونقله في طائرة خاصة من مطار وهران إلى مدينته وعلقت إحدى الصفحات على الصور مدونتان قبل قليل تم نقل جثمان الطالب الضابط مليح محمد صلاح الدين في طائرة خاصة من مطار وهران لمطار عينو سارة نشكر وزارة الدفاع الوطني على كل التسهيلات المقدمة لنا وبهذا نعزي أنفسنا ونعزي المؤسسة العسكرية والوطن على فقدان أحد إطاراتها رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون كشفت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الشاب الذي تسبب في حادثة أمنية خطيرة وغير مسبوقة بمنطقة شرفاوي بولاية وهران يدعى زينو من بلدية عيل كرما بالطارف وتم قتله من قبل قناص حسب المعطيات المتوفرة والفيديوهات المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي وكان الجندي يعاني من ضغوط نفسية بسبب ظلم تعرض له ولما طالب بحقه تبهدل وتعرض لاستفزازات عديدة مما أدخله في حالة من الهستيريا تسببت في قتل عدة أشخاص وشهدت منطقة شرفاوي قرب حديقة العتمانية بولاية وهران اضطرابا غير مسبوق وسرعان ما تدهور الوضع عندما واصل الجند المسلح والمرتبك بشكل واضح اطلاق النار بشكل عشوائي وفي مواجهة خطورة الوضع تم نشر نظام أمني كبير على الفور في مكان الحادث لتأمين المنطقة وتحييد التهديد وبعد عملية دقيقة تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الشخص وبالتالي وضع حد لمصاره المدمر وتشير التقارير الأولية إلى وقوع عدة إصابات ومقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في خبر صادم هز الجزائر اليوم تم العثور على جثة شاب مدبوح بطريق شرق غرب المحادي لحي سبع رقود بولاية الطارف حسب ما ذكرته مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وأكدت مصادر أن الجتة تعود لشخص يدعى حرياط صهيب وهو ضابط متخرج مؤخراً وينحدر من بلدية عين الكرمة وتضيف المصادر أنه هناك أنباء عن وجود شخص آخر مدبوح وجد بالقرب منه هذا وقدم عدد من أصدقاء الراحل حرياط صهيب واجب العزائل الراحل من خلال خساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وخلفت الواقع حالة صدمة في صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما أصدقائه ومعارفه الذين لم يتقبلوا الخبر الحسين في مشاهد خطيرة جداً هزت المشاهد الجزائري وأطارت غضب المواطنين التقطت كاميرات المراقبة المثبتة في صيدلية بباب الزوار يوتق لحظة الاعتداء بالسيوف على صيدلية باستور الواقعة بحي خمسة جويليا بباب الزوار بالعاصمة وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي للدكتور تابتي صاحب الصيدلية يروي ما حدت وعلق أحد النشطاء على الفيديو الذي نشره بصفحته الرسمية بموقع فيسبوك قائلاً باختصار الصيدلية محبوشي بيعولهم المهلوسات جاو اعتدوا عليهم حادث أمني خطير حدث قبيل قليل في شرفاوي بولاية وهران وسمعت أصوات إطلاق نار عند حديقة العتمانية حيث دخل عسكري في حالة نفسية متأزمة وبدأ بإطلاق النار على زملائه في التكنة العسكرية ليفر بعدها للخارج ويبدأ في إطلاق النار عشوائياً وحسب الأخبار المتداولة والفيديوهات المنتشرة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي من موقع الحادث شهد إنزال أمني من شرطة الدرك والجيش الشعبي وعناصر مختصة حيث قاموا بدورهم وتحكموا في الوضع وقاموا بردع العسكري وذكرت مصادر أنه قد تم التحكم في الوضع من طرف السلطات الأمنية بعد الاستعانة بقناص ذكرت مصادر أنه تم توقيف أشخاص حرقوا أوراق النقدية في عيد ميلاد بالعاصمة الجزائرية ويتعلق الأمر بحرق أوراق نقدية في عيد ميلاد شخص ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت إحدى الصفحات الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفيديو الذي وصفها بالخطير وأرفقته بتعليق جاء فيه من العاصمة حرق النقود داخل ملها ليلي في 13 فبراير 1982 يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 10 ألاف إلى 20 ألف دينار جزائري كل من تسبب بغير قصد في حريق أدى إلى إكلاف أموال وكان ذلك نشأ عن رعوانته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظم حادث مرور خطير ذلك الذي وقع ببرج بوعريريج والذي خلف وفاة ثلاثة أفراد من عائلة واحدة تنحدر من بلدية عين بسام ولاية البويرة ويتعلق الأمر بالشقيقين أمين صحراوي ورياد صحراوي ووالدهما محمد صحراوي وذكرت مصادر أن الحادث المميت وقع بالطريق السيار شرق غرب باتجاه ستيف بمنطقة بير عيسى بلدية عين تسرى تمتلا في استضام بين سيارتين وشاحنة وأضافت المصادر أن الحادث خلف بالإضافة لوفاة ثلاث أشخاص والذين ينحدرون من عائلة واحدة إصابة سبعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وخلف الحادث حزناً عميقاً في صفوف من عاينوه وأسار الضحايا المكلومين إن لله وإن إليه راجعون هزت حادثة أمنية خطيرة وغير مسبوقة ولاية وهران وتسبب إطلاق نار كتيف في إطارة حالة من الضعر بين السكان والمار حيث أطلق جندي يعاني من أزمة نفسية حادة النار على زملائه قبل أن يلود بالفرار من تكنته باتجاه الشارع وشهدت منطقة شرفاوي قرب حديقة العثمانية بولاية وهران اضطراباً غير مسبوق وسرعان ما تدهور الوضع عندما واصل الجندي المسلح والمرتبك بشكل واضح إطلاق النار بشكل عشوائي في الشوارع المحيطة بعد هروبه من التكن وفي مواجهة خطورة هذا الوضع تم نشر نظام أمني كبير على الفور وتحركت قوات الشرطة والدرك الوطني والجيش إلى مكان الحادث لتأمين المنطقة وتحييد التهديد وتم التعبئة وحدات متخصصة مدربة على هذا النوع من المواقف الحريجة للسيطرة على الجند الهارب وبعد عملية دقيقة تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الشخص وبالتالي وضع حد لمصاره المدمر وتشير التقارير الأولية إلى وقوع عدة إصابات واحتمال حدوث وفيات بشكل مأساوي ورغم أن العدد الرسمي للقتل لم يتأكد بعد إلا أن بعض المصادر تشير إلى مقتل ثلاثة أشخاص وفتحت السلطات المحلية تحقيقاً لمعرفة الظروف الدقيقة لهذا الحادث وتقديم إجابات للعائلات المتضررة من هذه المأساة في تصرف إنساني نبيل تفاعل معه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بإعجاب تدخلت نجدات وحدات الحماية المدنية شمال الصيف الليلة الماضية على الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقتان لإنقاذ بقرة كانت عالقة في حفرة بقرية سرفضة بلدية عموشة وحضرت نجدات وحدة الحماية المدنية عموشة لعين المكان بقرية سرفضة لإنقاذ البقرة العالقة في حفرة حيث تمكنت من إخراجها سالمتان بمساعدة أهل المنطقة وبحضور رئيس الوحدة ونشرت صفحة الحماية المدنية الجزائرية خبر الواقع مرفقا بصور لعملية الإنقاذ بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك